دولياً قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارة الأغذية والعققير الأمريكية FDI رخصت لاستخدام بلازمة المتعافين من مرض كورونا لعلاج المصابين بالفيروس وفي مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض قال ترامب إن العلاج الجديد القائم على استخلاص الأجسام المضادة من المتعافين حديثاً وحقل المرضى بها حقق نجاحاً كبيراً ويعتقد أن البلازمة تحتوي على أجسام مضادة قوية يمكن أن تساعد المصابين بكوفيد-19 في محاربة الفيروس بوطيرة أسرع كما يمكن أن تسهم في الحد من التداعيات الخطرة للإصابة بالوباء ويأتي هذا القرار في توقيت يواجه فيه ترامب ضغوطاً هائلة لكبح تفشي الوباء الذي عرقل دوران عجلة أقوى اقتصاد في العالم وألقى بظلاله على احتمالات فوزه بولاية رئاسية ثانية في انتخابات نوفمبر القادم ترجمة نانسي قنقر